سألنا المرة في شوارع قطاع غزة عن الصفة التي تمنوا لو أنهم يمتلكونها لنشاهد معا كيف كانت الإجابات ابقوا معنا مشهور على السوشال ميديا كوميديا إشي زي هيك نفسها أكثر من هيك شوي يعني مرات التساهل مع الناس ومع الأولاد ومع الدنيا كلها بتتهى بالواحد بصراحة أكثر إشي بحس ومش بس أنا أغلب العالم صبر لازم يكونوا صبرين أكثر من هيك لأنه أنا أو غيري بصراحة من عصب على أدفع الأشياء كل واحد سعيد في بيته وفي حياته يعني كنت صبور على الوضع هو اللي فيه بس كده أكثر من كده نصر واحد عيش حياة سعيدة فيها غزة بني أكون جافت في الدنيا هاي بالأخص في الوضع اللي احنا عايشينه هاي حنيتنا وقالبنا الصاف ضمننا بين البشر والبناء أدنين والله أنا يعني طبعا من خلال عملي كرجل إصلاح وكالي وضع في الوضع السياسي أتمنى أن يكون لدي القدرة على إدارة شؤون الوطن والبلد لنرفع المعاناة عن أبناء شعبنا واستعادة حقوقنا المسلوبة من خلال الإسرائيلي ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا لأننا نتمتع بهذه الصفات من الحكمة والصبر والعطاء والأدنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر